في السنين المختلفة التي تجاوزت فيها هانيا نحن بنتكلم أن هانيا تجاوزت منه هي عندها 25 سنة تجاوزت في العشينات وفي التلاتينات وبعدين في الأربعينات وفي الخمسينيات والحد 60 سنة كانت أخر تجاوزنيها آخر جاوزت عنده 60 سنة مزبوط هل في سن مثالي خلال الفترات دي من وجهة نظر الكتبات شفتي أنه자는 سن المثالي للزواج أو حتى هي شافت أنه كانت euxذا السن المثالي للزواج في كل الفترات التي تجاوزت فيها سن مثالي للزواج والدخول في العلاقات لأن الندوق البنية يعني ولا الـ 25 كان ممكن نقولها أنت صغيرة أوي ولا الـ 60 أنت كبيرة أوي ولا دا ولا دا دي الأطر الاجتماعية اللي بيحطها المجتمع لكن هي مش بتبقى دايما لا صح ولا الناس فيها شبه بعض كل واحد واحتياجاته كل واحد وطلباته وندوق شخصيته ومرحلة حياته وهو فيلم الدنيا وهو فيلم نفسه وهو مستعد نفسيا لإيه ومستعد مديا لإيه في حاجات كتير الاختيارات أحيانا ممكن تكون مختلفة بس بيكون دايما في حاجة متشابهة في الاختيار يعني اللي بيختار من الأولى علاقة طاقسك مثلا أو علاقة سامة أو بيحب شخصيات متحكمة أوي أو بيحب شخصيات نرجسية بشكل معين تبص تلاقيه أحيانا بيكرر نفس الغلطة مع تغيير الأشخاص ومع تغيير الأساني هانيك بتدور على الوانس الوانس فما كانتش بتدور على شخصية معينة هي بتدور على الوانس شخصيات الأزواج دور اختلفوا كانوا مختلفين مختلفين جدا جدا مختلفين جدا هي بتدور على الوانس هي زي ما قلتلك شخص مش وحداني ما تعرفش تعود لوحدها ودول كتير على فكرة في مننا كتير ما يعرفوش عودوا لوحدهم تحقيقي وده الطبيعي الإنسان كان اجتماعي بطبعه الإنسان لو لقى جزيرة فيها كل متطلبات ومش هيقدر يعيش لوحده فيها حقيقي طبعا